بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعليه وصحبه حلقة جديدة إن شاء الله تحديث لوضع البيتكوين والعملات الرقمية ووضع السوق عموما مرحبا ربما سوف أنشر هذا على القناة العامة تريدني بعض الأسئلة دائما حول الدورة تأتينا على القاس الدورة والدورة اليومية والقنص المدفوع التفاصيل يا أحباب أول شيء ستجدها هنا في الاتحاق بالدورة تدخل داخل ديسكورد ستجد ركن خاص بالتحاق بالدورة وهنا سوف تجد البيانات وأنا ذاك يمكنك أن تسألني إذا لم تفهم شيئا كي نختصر الوقت إذن نبدأ على بركة الله في تحديد البيتكوين والسوق عموما بالنسبة للحركة الحالية لازلت شوب شوب بين قوسين في هذا التكوين هذا الرنج الذي نحاول تكوينه حد الساعة لازلت على وضع رجح كفة الصعود على النزول رغم أنه هناك إشارات على النزول لكن لا يمكن الأخذ بها شخصيا لا أخذ بها ما دمنا لم نكسر هذا اللو هذا اللو ما دمنا نحافظ على 46 ف يعني لم تتغير لحد الساعة يعني لا زالت بوليش ولازلنا نعمل قيعان متصاعدة وبالتالي السيناريو البوليش وحتى المومنتوم لم يظهر فيه هنا ومن الضعف الشديد الذي يجعلني أغير نظرتي لازلنا في ترند صعيد أكيد سيقول لي غائل اختراق الترند إلى الأسفل وإعادة اختباره بين قوسين مع الفيكاوت ثم نزول ممكن لكن نحن ممكن الفكرة التي يجب أن تأخذها من هذا الأمر هو أننا نصنح هنا ماذا رينج فقط لا أقل ولا أكثر سواء على هذا المستوى أو على مستوى أقل من وهو هذا المستوى 43 الذي سبق وتحدثنا عنه أن التصحيح ممكن أن يصير إليه ويبقى يعني حتى التصحيح إلى هذا المستوى أيضا وتبقى دائما بوليش يعني حتى النزول إلى هذا المستوى السبعة وثلاثين والستوى وثلاثين فيبقى بوليش لكن النزول أسفل منه فهو بريش وبقوة يعني لأنه سيغير الماركت حاليا يعني ما دمنا في هذا الترند الصعيد فلا إشكال عندي في هذه الحركات وهذه الحركات التذبذوبية لا تعني شيئا والمرجح عندي هو كسر القماء وذكرت أسبابي وأنه عندنا مؤشرات على عملات أخرى التي سبقت ومن بينها وأهمها الإثريوم حينما يكون عندك سيغنال على القائد العملات الرقمية أو الألت كوين حينما يعطيك إشارة على مقابل بيتكوين فهذا ذليل قوي على أنه السوق صعيد فهذا نسميه بالليدن أو الإنديكيتور السابقة التي تؤشر على كيف هو السوق وهذا أكسترمي بوليش في نظري كذلك هنا تلاحظون أنه إثريوم بدأ يتجه نحو كسر القمة السابقة يعني هو يتوجه نحو القمة عنده هدف عند هذا المستوى الأم ثم الصعود إلى القمة السابقة وهذا يعني شيء إيجابي خصوصا مع الـ NFT والأحداث التي متواجدة فيها الآن فكرة كي لا أنسى هناك دورة رأيتها عند غزادو هي مجانية حول بين قوسين حول الـ NFT و كيفية هناك بلايليست خاصة سوف أضع لكم الروابط فيها المنسبة وهي موجودة على قناة غزادو وهناك لايفات مدفوعة لمن يريد أن يتقدم وليوم أعتقد أنهم وضعوا آخر أجر لهذا اليوم لمن يريد الاشتراك على غزادو لمن يريد استفادة من هذا واليوم آخر عرض على ما أعتقد هذا لمن يريد الدخول في هذه المنصات المركزية و الـ NFT وغيرها لمن يريد هناك بلايليست خاصة مجانية و المهم سوف أرسد لكم الروابط لاحقا هي موجودة على أكزادو سوف تجدون الروابط لها هي البلايليست الموجودة بالنسبة لمن يريد منصة المركزية وهناك دورات الأخ مهدي وضعها للإخوان مجانا كان يريد أن يضعها مدفوعة ووضع فقط اللايفات مدفوعة لمن يريد وهو بـ 800 دولار لمن يريد الاشتراك واليوم آخر ليس عندي لا شراكة فقط من أباب المعلومة إذا أردت أن تتعلم في المنصة المركزية ستجد هذه الروابط إن شاء الله سوف أضعها في المجموعة أيضا وأضعها لكم من نسبة لمن يريد سوف تجدها على الدسكورد وتجدها على في داخل المجموعة لمن يريد الاستفادة وعلى قناة سوف تجدون مئة تفاصيل أكثر أوكي نمر إلى إلى حديثنا الأساسي وهو البيتكوين والعملات الرقمية بالنسبة للعملات هناك من يسألني كثيرا هناك على القناة العامة سواء على الخاص أو بعض العملات التي يريد أن نتحلي لها أنا في نظري وذكرت هذا أن العملات كلها حاليا صاعدة ما لم يثبت العكس حاليا السوق صاعد وبقوة السولانة قوية جدا لا زالت متماسكة وطائرة في السحاب وهذا راجع لأنه الالت عموما لا زالت تأخذ اتجاه صاعد والالت وهي تستهدف الخيمة التاريخية بالنسبة لتوتال ماركت كاب للالت كوين وكذلك التوتال ماركت كاب فهذا شيء إيجابي وكذلك دومينوس يتجه نحو النزول في أسفل السافرين الذي توقعنا يعني إن شاء الله وسوف نستهدف يعني كسر هذا المستوى وكسر هذا المستوى للذهاب إلى مستويات أبعد من هذا وبالتالي سيكون يعني الالت يعني بنسبة للحركة السعرية الحالية الموجودة على الالت هي تبقى جيدة جدا يعني و يجب أن تستفيد يعني من العملات يعني وبنسبة لعملة مثلا التي ذكرنا يعني مثلا عملة F3T والتي سبق وتحدثنا عنها خلال اليوم تحدثنا أيضا بتفصيل يعني بالنسبة للإخوان في الدورة على أنها ممكن أن تطير هذه العملة واليوم يعني هذه الحركة البهلوانية التي رأيناها تبقى ممتازة جدا يعني ولهذا يعني لن أقول لك هو أن تحاول يعني الاستفادة قدر الممكن يعني من هذا السوق هي كانت في 3 صاعد وتحدثنا عن هذا وذكرنا أنها ممكن تطير يعني في أي لحظة وهذا ما حدث يعني ومبروك يعني لمن استفاد ومن لم يستفيد يعني هناك فرص كبيرة إن شاء الله سوف تجدها في هذا السوق لذا أن تركز مع عملاتك والسوق مادا مصاعدا سوف تتحرك العملات وأوجل العملات الأمس أو اليوم عفوا كنت أبحث فوجدت عملة تبدو لبوليش لكن لا تسألني عن ناحية الفوندمونتا لأنني لم أصل يعني أيضا لفهم ما فيها من الديفاي لكن أتأكد من ناحية الشرية طبعا ورأيت فيها الوليشنس قوي جدا وهذه الجميل في عملة مثل هذه هو أن السيولة الخاصة بها أو السبلاي قليل جدا يعني الموجود على المنصات لأن هذه العملة بدأت وكونت قاع حقيقي وبعد التصحيح الذي حدث هنا أيضا كونت القاع وهي الآن تتوجه نحو القمة وممكن يعني بكسر هذه القمة أو كسر هذه القمة ربما تطير العملة على شكل العملات للطائرة التي رأيتمها لكن من ناحية الفوندمونتا اسأل لأنني لن أستطيع الإجابة لأن كما قلت لك بحث فالأمر متشعب وفيه من الديفاي وبالتالي الصعب يعني أن أعطيك نظرة شرعية حول الموضوع بطبيعة الحال ولست أهلا لهذا بطبيعة الحال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم يعني يذهب ويبحث أول شيء على المشروع كيف هو وهل فيه إضافات أخرى لكي تستطيع إما الدخول أو الدخول بالنسبة للعملات التي طلبتمها مني هناك من سألني حول الريبل يعني هناك خبر جميل يعني وهو أنه في هم الآن يعني في فلاير أو الموجود على فلاير يعني الأخ فادي جزا وخير النشر عن هذا على فلاير يعني يقول أنهم يتواصل الآن مع المنصات من أجل تحديد أو العملات التي يعني يعطوها للناس حول فلاير أو الخاص ب فلاير هذا شيء إيجابي يعني وموجود يعني لمن يريد أن يسأل يعني ستذهب إلى سوف تجد أنه هذا هذا الأمر الموجود عند فلاير نتورك ذكروا هنا على ما أعتقد في هذا المكان سوف تجد الخبر في تويتر الخاص بهم بالنسبة نعود إلى عملة ريبل عملة ريبل كما تشاهدون معي فهي قلنا أنها كونت القاع الحقيقي في هذا النزول والآن يعني تجاوزت هذا الرنش وكونت يعني صعود يعني وارتكاز على هذا النكلاين وهذا بوليش حينما في هذا المستوى هو بوليش والجميل هو أننا نقترب بين قوسين يعني هناك من سوف يتحدث عن هذا هو أننا يعني بين قوسين كسرنا الرند يعني النازل يعني والآن ننتظر W button هي الآن تتشكل كما تشاهد معي هذه W button ها هي W أنا هكذا أقلعها موجودة عندي هنا شكل ممتاز W button وإذا كنت لا تراها فهي موجودة واضحة جدا في W button ممتاز يعني إغلاق ممتاز وإدريلي وكذلك يعني تنتظر إما أن تنظر كسر هذا على المساوة هذا لكي يعني تتحرك العملة أنا بالنسبة إلي سبق وشرحت كيف أن العملة بوليش وإن شاء الله سوف تحقق أهداف جميلة بإذن الله تعالى بالنسبة لشخص أذكر أنه طلب مني عملة SLP مقابل الإثيريون على القناة وهذه العملة للأسف الشديد فهي بوليش يعني لماذا هي بيريش هي ليست العملة بيريش ولكن الإثيريون صاعد والبقاء في الشيت كوين بين القوسين لن يكون قويا والإثيريون حاليا أقوى إذن هذه العملة يعني من هذا الم لم تتحرك يعني فكانت هذه قمة وإذا كنت أنت متعلقا في هذه العملة ماذا سأقول هل أقول لك بيع لا نحن في قيعان يعني ممكن يكون هذا هو القاع يعني لن أنصحك بالبيع هنا بطبيعة الحال فهذا المستوى ليس للبيع يعني طبيعة الحال والمشكلة وأنها لازالت نزلة لأسف لأن خصوصا حركة إثيريون قوية جدا في هذا الوقت الحالي وبالتالي أنت الذي تريد هذه العملة فهي ليست بوليش للأسف الشديد مع وجود موجود لكن يبقى لا أقل ولا أكثر يجب أن نكسر المستويات المهمة لكي ترى فيها أو عودة فيها بالنسبة للتيم فريمات القليلة على الأربع ساعات نسبيا نسبيا ربما نكون قد أنهى التصحيح مؤقتا لكن مع حركة الإثيريوم إلى الأعلى فممكن هذه العملة تزيد تزيد من النزول لأسف لن أقول لك ماذا تفعل أنت من يستطيع أن يفعل هذا فهذا كما تشاهد لن أقول لك وأبيعك الأوهام بين قوسين على عملة لكن لن أقول لك بيع الآن إذا كنت في هذه العملة ابقى فيها فالمهم أن يكون لك إدارة مالية في الصفقة بالنسبة لهذه العملة ننظر كيف هي مقابل البيتكوين ومقابل الدولار كي نرى حركتها يعني هي غير موجودة هل موجودة على USD موجودة حتى هي يعني بريش لكن هي على مستوى دعم كما تشاهد يعني على هذا المستوى الدعم يعني عملت الـ M الـ M الـ M ثم نزلنا إلى القع هي كما تشاهد يعني عندك الـ Divergence لكن ماذا سيقول هي لازلت لازلت في تنزل حتى يثبت العكس بالنسبة إذا أردت يعني نوعا ما الصعود هو أن نعيد هذه زيارة هذه المستويات يعني الإغلاق فوق هذا المستوى على الأقل ربما يعيدك أو فوق هذا المستوى هذا أو هذا لكي تعود فيها نوعا ما الإيجابية لكن كما تشاهد يعني هنا التي حتى التي هي أضعف شيء في هي ترد السعر وهذا بريش يجب أن نقبل على الأقل فوق الـ ثم نستهرف الغيمة وكسر رائمة من أجل أن يعود فيها تعود فيها الإيجابية هذا بالنسبة لي وضع هذه العملة هذه عملة الفا رأيتها ممتازة جدا لكن لا تسألني عن فوندامنط لأنني لم أبحث عنها بطبيع الحال هناك من سألني عنها وأقول له هي بوليش هي بوليش والنموذج رائعة جدا العملة رائعة جدا كذلك على هنا فهذا ليس هناك أجمل من هذا يعني حينما أرع العملة المومنتوم إيجابي فيها جدا قوي يعني فالعملة يعني تستهدف يعني أرقام جيدة وهذا مقابل البيتكوين بما في ذلك يعني سوف تكون يعني مقابل الدولار طبعا بطبيعة الحال هذا ولهذا سوف نتوقف إن شاء الله يعني في القناة العامة عند هذا الحال ونواصل مع إخواننا في الدورة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر